موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء التربوي مفتتحين أولى ندوات العلوم للفصل الدراسي الثالث للصف التاسع الأساسي ولا يسعني إلا أن أرحب بالمدرس محمود العيسى من تربية إدلب والمدرس سناء بالعينين من تربية القنيطرة وسيتم اليوم عرض لدرس جهاز الهضم للصف التاسع الأساسي ونحن على استعداد تام للإجابة على تساؤلاتكم ومقترحاتكم على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة المدرس سناء ما هي الطريقة المثلة لدراسة مادة علم الأحياء ونصائح لذلك نسمعها منك وتوجيهات لأبنائنا الطلبة أهلا وسهلا فيك أستاذ أولا يفضل بالنسبة للطالب أولا تنظيم الوقت طبعا كل الشعوب المتقدمة سبقت جميع الشعوب بتنظيمها للوقت فتنظيم الوقت أساس أولا تنظيم أوقات الدراسة وضع برنامج للدراسة بالنسبة للطالب ويفضل أن الطالب هو بنفسه يضع البرنامج حتى يكون مناسب لوضعه الدراسي بالنسبة للطالب خاصة مادة علم الأحياء يجب الانتباه خلال الحصة الدرسية المشاركة مع المدرس هذه المشاركة بتعطي حب للمادة أولا الاستمتاع بهذه المادة وخاصة إذا أسقط جميع ما يأخذه وخاصة علم الأحياء على واقعه وخاصة بالنسبة لدراسة علم الأحياء تدرس عن جسم الإنسان فلذلك إسقاط هذه الدراسة على واقعه تعطي متعة بالنسبة للدراسة طبعا عدم الفصل بين المحتوى النظري والمحتوى العملي خاصة بالنسبة للم الأحياء أيضا أثناء الدراسة التفرغ التام أثناء وتخصيص وقت للدراسة هذا التفرغ التام يعطي تركيز أكثر كثير من الطلبة يلاقوا صعوبة بعدم التركيز أو عدم الإجابة بدقة السبب الانشغال أثناء الدراسة وبالنسبة لهذا الطالب إذا كان خاصة الانشغال بالموبايلات مثلا أو بالأجهزة الإلكترونية ممكن يخصص وقت لذلك وقت للفراغ يخصصه مثلا للاهتمام بالموبايل أو الألعاب الإلكترونية فإذا تنظيم وقت الدراسة تنظيم أوقات الدراسة ووضع برنامج لذلك بالنسبة للدراسة التفرغ التام وخاصة الطلبة اللي عم بلاقوا صعوبة أثناء الدراسة نبدأ رويدا رويدا نزيد ساعات الدراسة بالنسبة للطالب طبعا تعطي نتيجة أفضل ومثل ما ذكرت مادة العلم الأحياء بالزاد عدم الفصل بين المحتوى النظري والمحتوى العملي لا يمكن دراسة نظرية منفصلة عن الدراسة العملية يعني نضع الأشكال أمامنا وندرس من ناحية النظرية نوضف كل شكل نوضف كل شكل بنية ووظيفة تعطي نتيجة أبلاغ كما نعاني هناك مشكلة كبيرة ويشكونا كثير من الطلاب هو عدم القدرة على الحصول على الإعلامة التامة بسهولة فالمادة علم الأحياء تدرس درس بدرس لا تدرس دفعة واحدة صحيح كثير من الطلاب يعني يتركوا مادة علم الأحياء للعطلة أو يجمعوا عدة دروس مع بعض البعض للدراسة هذا أمر خاطئ نعم يجب أن تدرس كل مادة على حدة كما ذكرت إذن يجب توظيف الأشكال والوسائل هذا الأهم نعم في فهم الفقرات وفهم الأفكار لذلك ننتقل لأستاذ محمود العيسى ما هي أهمية الوسائل المستخدمة في تدرس مادة علم الأحياء نعم أستاذ محمد الوسيلة ضرورية جدا لشد انتباه الطالب إلى الفقرة التي أريد أن أستاذ شرحها الوسيلة متعددة ربما تكون الوسيلة طبيعية ربما تكون الوسيلة إيمائية نعم المهم نحن عندما نشد انتباه الطالب إلى المدرس هون نحن المدرس عب يقرأ الفقرة عب يشرحها اكتسب حاسة أو أثرنا حاسة السمع نعم نحن هون الأفضل أنه نثير معظم الحاسات الموجودة بالموقع نشرح معظم الحواس نعم حاسة السمع نحن شاركناها كالقاء الفقرة تماما استعمال الوسيلة هون أثرنا حاسة البصر نعم اللي موصولة بالباحة البصري نعم نعرف الطلاب يعرفوا أخذناها بالفصل الأول في الفصل القفوي نعم جيد أيضا كمان يمكن أني بعد ما نشرح ونشوف الوسيلة نشارك الطالب بقراءة الفقرة نعم كمان أثرنا حاسة الكلام عنده نعم وهناك وسائل كالقلب كالعين كالكلية وسائل طبيعية مفضل أن تكون طبيعية أمام الطالب فتترك ذاكرة طويلة الأمد لدى هذا الطالب في السنوات القادمة نعم وهنا نعرف أن المخ هو مركز التعلم والخبرة والذاكرة فعندما شارك هذا الطالب معظم حواسه المخ معتها اكتسب المعلومة نعم شو عليها اللباء يجب أن يثبت هذه المعلومة كيف يقوم بتثبيت هذه المعلومة عندما يذهب إلى البيت يجب أن يكتب بيده أهم شيء لتثبيت المعلومة هي أن يكتب بيده مرة وثانية وثالثة حتى تثبت المعلومة ويجب أن ينتبه هو عن مكتب إلى اللوحة الموجودة بالكتاب لأنه لا يوجد لنا فقرة إلا موجودة في رسم حد المنى نستفيد من المعلوم النظري والرسم زميلتنا سناء هي التوظيف جميع الأشكال الموجودة في الكتاب جانب كل فقرة أو جانب كل فكرة لفهم هذه الفكرة ننتقل إلى موضوعنا اليوم وهو جهاز الهضم عند الإنسان جهاز الهضم عند الإنسان يتكون من شقين هما السبيل الهضمي والغدد الملحقة بعد أن درسنا في الفصل الأول أجهزة الدعامة والاتصال في الفصل الثاني سوف ندرس وضائف التغذية وأولا جهاز الهضم إذن جهاز الهضم يتألف من السبيل الهضمي والغدد الملحقة السبيل الهضمي زميلة سناء السبيل الهضمي هو عبارة عن قناة عضلية كلمة السبيل هي الطريق نقصد فيها الطريق والسبيل الهضمي هي عبارة عن قناة عضلية تبدأ من الفام وتنتهي بالشرج طبعا أما أقصام السبيل الهضمي طبعا أولا الفام ثم البلعوم إذن واحد في عنا الفام اتنين البلعوم ثلاثة المري الذي يخترق عضلية الحجاب الحاجز إلى المعدة ثم المعي الدقيق والمعي الغليظ الذي ينتهي بالمستقيم ثم الشر هذه هي أقصام السبيل الهضمي طبعا أحنا رح نبدأ بالفام بدراسة الفام الفام يحتوي مثل ما ذكرتي زميلة على الأسنان واللسان والغدد اللعابية طبعا نحن اللسان درسنا بالفصل الأول وهميته في عملية المضغ والبلع الغدد اللعابية سوف ندرسها بعد قليل من خلال دراستنا للغدد الملحقة استاذ محمود الأسنان عند الإنسان هي تكون على مرحلتين ظهورها الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة الأسنان اللبنية تبدأ بالسنة الأولى من ولادة الطفل يعني تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر ظهورها نعم وسميت بالأسنان اللبنية نعم سبب تسميتها نعم لأنه يترافق نموها وظهورها مع نوع غزاء الطفل وهو حليب الأم أو لبن الأم نعم نعم هذه من 6 أشهر إلى 8 أشهر تستمر حتى 6 سنوات ظهورها نعم ظهورها نعم تبدأ بعد 6 سنوات بظهور الأسنان الدائمة نعم نتكلم قبل على الأسنان الدائمة على الأسنان اللبنية الأسنان اللبنية نعم عددها نعم توزيعها في كل فك جيد عدد الأسنان اللبنية 20 سنن نعم إذا منشوف نحن بالجدول هونما نكاف بهذا نشتب� إذا عدد الأسنان اللبنية 20 سنن نعم متوزعة بالفك العلوي والفك السوفي على الشكل التالي نعم أربع قواطع أربع قواطع ونابان وأربعة أدرس الشكل الآخر زميلة السناء الشكل الآخر هذه الأسنان اللبنية أربع قواطع نابان وأربعة أدراس هاي بتكون الأسنان البنية ننتقل إلى الأسنان الدائمة في كل فك 10 أسنان في الفك 20 سنة أما الأسنان الدائمة ما سبب ظهورها الأسنان الدائمة تبدأ ظهورها بين سن السادسة إلى سن الأربعطاعش سنة نتيجة نمو براعم الأسنان الدائمة تتساقط الأسنان اللبنية وهي موزعة على الشكل التالي بالفكين الفك العلوي على أربع قواطع في سن الأربعطاعش نابان أربع ضواحك وأربعة أدراس أما إذا جينا لنصف الفك هون ضاحكتان بالجهة الأولى وضاحكتان نحن نحن نحكي على الفك بشكل عام أما إذا أخذنا نصف الفك نصف الفك عمنا قاطعتان ناب ضاحكتان وضرسان حلو سبعة صحاب إذن سبعة في كل نصفك ألفك كاملا أربعطاعش وأربعطاعش بالفكين نعم ما نوع عشرين سن بعد السن 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 إلى ١٨ عام نعم أربع أدراس بالظهور وتسمى أدراس العقل يعني إذا جينا نحن نظرنا هنا أمامنا المجسمات هذا عبارة عن قاطعة نعم تقطع الطعام بذلك تسميناها بالقاطعة القاطعة ومجموعها القواطع نعم القواطع هون عنا الناب الناب تقطيع اللح من الأعلى اللي قطع الطعام القاسي نعم وهون عنا الأدراس نعم بيكون لها سطح واسع من أجل سحق نعم الطعام نعم هون في عنا هذا شكل درس العقل درس درس العقل يظهر قلت زميل محمود بين سن ١٦ و ١١ وقد يتأخر وربما لا يظهر لا يظهر هل لا درس العقل له علاقة بالعقل كما يعتقد ما لها علاقة بأي شيء إنما قطر الظهور يترافق مع أنه أصبح هذا الشخص بالغ ناضج نعم يقدر الأمور بشكل أفضل بنية السن من الشكل الخارجي ومن خلال مقطع طولي زميلة سناء نعم بنية السن يتركب السن من الجزء الذي يبرز خارج اللثة نعم هذا من سميه تاج السن نعم والذي يكون مغروسا ضمن السنخ من سميه جزر السن جزر وبينهما عنق السن عنق السن فيتكون السن من تاج السن وعنق السن وجزر السن نعم أما بالنسبة لمقطع طولي في السن فنرتب البنية تاج السن نعم أولا الميناء وهي طبقة لامعة قاسية تغطي التاج وتحميل تغطي التاج وتحميل نعم إذا لا تغطي السن كاملا فقط تغطي التاج لذلك احنا عنا هون هلأ جدول بدنا نوصل طبعا نوصل الميناء نعم طبعا عبارة عن طبقة قاسية لامعة تغطي التاج وتحميل هاي أولا نعم هذا النشاط الأول اثنين الطبقة الأخرى هي طبقة العاج تلي طبقة الميناء نعم ويشكل الجزء الأكبر من السن وفي وسطه وفي وسطه قناة السن قناة السن إذا قناة السن جزء من العاج من العاج نعم أما لب السن فهو نسيج يملأ قناة السن ويحتوي على شعيرات دموية وأعصاب نعم طبعا إذا حددنا إذا هذا هو الميناء ثم العاج وفي وسطه توجد قناة لب السن نعم وتحتوي قناة لب السن على أوعية دموية وأعصاب أما الميلات فهي الطبقة التي تحيط بجزر السن الجزء الأصفرها أو تغطي تاج السن نعم تحيط بجزر السن من سمية الميلات فهي تغطي طبقة جزر السن هي بنيت السن تمام شكرا زميلة سناء ننتقل إلى الجزء الآخر بعد الفم يلي الفم بالسبيل الهضمي وهو البلعوم البلعوم هو ملتقى الطريقين الهضمي والتنفسي يتم من خلاله هو بعض عنه بوب مبطن بغشاء مخاطئ ويتم من خلال البلعوم تحديد طريقين هو مجرى الهواء إلى التنفس إلى الرغامة إلى الرغامة وأيضا الطعام إلى جهاز الهضم عبر المري وهناك مشاركة لأجزاء أخرى تساعد على دخول الهواء إلى مجرى التنفس طبعا هذا هو مجرى التنفس أو الرغامة تمنى دخول الطعام إلى مجرى التنفس في عنا هنا شيء اسمه لسان المزمار قبل أن نتكلم عن لسان المزمار لسان المزمار يريد كوسيلة تعليمية إيمائية كما ذكرت قبل قليل كيف تتم عملية البلع صحيح إذا نظرنا هنا إلى الرقبة نلاحظ أن الحنجرة وجود الحنجرة أنا سوف أقوم بعملية البلع نعم انظروا إلى الحنجرة بالعريق نعم تحركت إلى الأعلى شو عندي بالأعلى؟ في عندي لسان المزمار عند إذن ظهور الحنجرة إلى الأعلى يسد لسان المزمار فتحت الحنجرة نعم وبالتالي أصبحت الهواء مسكرة نعم يقوم الطعام بالانتقال ما عنده غير طريق أمامه هو المري إلى المعنى كما أن اللوهاد تغلق تجويف الأنف أيضا صحيح لكي لا يرتد الطعام للأنف نعم إذا نظرنا بالمرأة إلى آخر تجويف الأنف نلاحظ بروز عضلي هذا البروز العضلي أثناء عملية البلع يرتفع نحو الأعلى ويسود تجويف الأنف نعم من أجل أن لا يدخل الطعام إلى تجويف إذن أثناء البلع اللهات تغلق تجويف الأنف نعم نسال المزمار يغلق تدحة الحنجرة أو مجرى التنفس نعم يلي البلعوم في السبيل الهضمي المري وهو عبارة عن أنبوب عضلي عضلات ملساء لا إيرادية طبعا إحنا في الفصل الأول درسنا أشكال العضلات من أشكال العضلات العضلات الملساء لا إيرادية فضل زميلة سناء المري تحدثين عن المري المري هو عبارة عن أنبوب عضلي مبطن بغشاء مخاطي طوله تقريبا 25 سنتيمتر يخترق عضلة الحجاب الحاجز وصولا إلى المعدة المري يقع خلف الرغامة بالنسبة للمري يحتوي على عضلات طولانية وعضلات دائرية نعم هذه العضلات الموجودة في المري تساعد بعملية البلع الطعام كيف تتخلص؟ نعم يمكن بلع الطعام حتى ولو كان الرأس متجهة نحو الأسفل نعم ولا يعاني رواد الفضاء من عملية بلع الطعام إذا لا يستطيع عملية البلع للجاذبية الأرضية السبب وجود عضلات في المري التي تساهم بعملية وصول الطعام نحو المعدة نعم إذا ليس للجاذبية الأرضية طبعا هناك شكل يلاحظ من هذا الشكل تقلص عضلات المري حتى تصل بالطعام نحو المعدة إذا تقلص عضلات المري الدائرية والطولية والطولية اللا إرادية تتم باتجاه المعدة مهما كان وضع الجسم فإذا لا تقضع للجاذبية الأرضية لذلك اللاحظ أن رواد الفضاء لا يعانون مشكلة في عملية البلع بلع تمام يلي المري المعدة نعم المعدة أستاذ محمد هي عبارة عن تجويف عضلة أستاذ محمود فضلا نعم تجويف عضلة يقع من الناحية اليسرى أعلى تجويف البطل إذن أعلى البطل من جهة اليسار نعم لها فتحتين الفتحة العليا في عنا العضلة الفؤادية العضلة تبقى مفتوحة دائما الفؤادية نعم تبقى مفتوحة دائما الشكل بل زميلة سناء المعدة نعم هاي العضلة الفؤادية إذن يلي المري العضلة الفؤادية وتنتهي المعدة بفتحة تحيط فيها العضلة البوابية وهي مغلقة إلا أثناء خروج الطعام إذن تغلق وتفتح لخروج الطعام من المعدة إلى العفاج نعم في جدار المعدة يتألف جدار المعدة من سلاسة ألوان من العضلات عن عضلات طولية وعضلات دائرية وعضلات مائلة وهي عضلات لا إرادية حشوية لا إرادية هذه تكون عبارة عن المعدة أشكال العضلات إذن نكرر بعد إذنك أشكال عضلات جدار المعدة إذن عضلات طولية وعضلات دائرية وعضلات مائلة وهي عضلات لا إرادية أو بين قوسين عضلات حشوية نعم شكرا أستاذ محمود يعني يلي في سبيل هضمي الأنبوب الهضمي هي الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة ستحدثنا الزميلة سناء عن الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة ومقارنة بينهما نعم الأمعاء المعي الدقيق المعي الدقيق عبارة عن أمبوب ملتف يبدأ يبدأ هذا الأمبوب الملتف بالاثني عشر نعم أو العفاج نعم أو العفاج طول هذا الأنبوب بالنسبة للماع الدقيق 6 متر أما عرضه فهي 3 سنتيمتر بالنسبة للماع الدقيق الآن بنهاية الماع الدقيق عند اتصال الماع الدقيق بالماع الغليز يوجد الزائدة الدودية ثم يبدأ الماع الغليز الماع الغليز يبدأ بالأعواب ثم الكولون فالمستقيم ثم فتحية الشر بالنسبة لمقارنة بين الماع الدقيق والماء الغليز الماء الدقيق طوله 6 متر وعرضه 3 سنتيمتر نعم بينما الماء الغليز طوله تقريبا متر ونص واحد ونص متر وعرضه 10 سنتيمتر هذا يبدأ بالعفج وهو أنبوب ملتف يبدأ بالعفج أو الـ 12 هذا يبدأ بالأعوار ثم الكولون أقصامه ثم المستقيم بالنسبة للمقارنة أيضا في عنا مقارنة بعدما تكلمنا عن الصفات الماء الدقيق والصفات الماء الغليز الماء الدقيق يحتوي على زغابات معوية ودسامات فإذا يقوم بعمليات الامتصاص والهدم والهضم كاملة في داخل الماء الدقيق بينما الماء الغليز لا يحتوي على زغابات معوية ولا غدد هاضمة فإذا لا يقوم بأي عملية هضم في داخل الماء الغليز إذن ممكن أن يحدث عملية امتصاص نعم في داخل الماء الغليز نعم تفضل أنا بس بدي ألفت انتباه لمكان الزائدة الدودية عند اتصال الماء الدقيق بالماء الغليز أسفل البطن من جهة اليمين نعم من جهة اليمين أسفل البطن من جهة اليمين ونسأل كثيرا حتى عن سبب تسمية الـ 12 من كثير من الطلاب إذن طوله 12 سمت متر عنده أول شخص تم دراسة جهاز الهضم عليه فأخذت التسمية بشكل 12 ولكن تختلف من الإنسان الآخر من حيثه الطول مثل ما ذكرت زميلتنا سناء عند منطقة اتصال الماء الدقيق بالماء الغليز نسمي منطقة الأعور وفي طرف عضو أصبعي الشكل يسمى الزائدة الدودية هل من كانت تحدثنا أستاذ محمود عن الزائدة الدودية الزائدة الدودية مثل ما اتفضلت أستاذ محمد هي عضو يشبه الأصبع تقع بالناحي اليمنى أسفل البطن عند التقاء الماء الدقيق بالماء الغليز والزائدة الدودية لها دور مناعي في جسم الإنسان إذن لها دور مناعي إذن سؤال ما هي وظيفة الزائدة الدودية لها دور مناعي وقد تتعرض الزائدة الدودية للإنسداد نتيجة نوع غزاء ما مما يؤدي إلى تراكم الجراسيم وتصبح هذه الزائدة الدودية خطرة على الإنسان إذا انتجرت طبما ينتشر هذه الجراسيم في الأحشاء وبالتالي إذا وصلت إلى الدم فيمكن أن تؤدي إلى الوفاة في ذلك إذا لم يفد العلاج يجب الاستئصال في هذه الحالة كمان كمفهوم إحنا ذكرت أنت دور مناعي ككلمة مناعي للصف التاسع قد تكون كلمة فوق مستوى نقصد في كلمة مناعي هي لها القدرة على توليد كريات الدم البيضاء لمقاومة الجراثيم فتعتبر نعم ناخذها إن شاء الله في جهاز الدوران بعد ذلك فهي تعتبر عقدة لمفاوية نعم عقدة لمفاوية ويوجد في الجسم حوالي من 500 إلى 600 عقدة لمفاوية ففي حال التهابة إذا استغنينا عن هذا العقدة لمفاوية ذلك لا يؤثر في الجسم ذلك سمية الزائر القديم ولكن لا نقول أنها ليس لها وظيفة إنما لها وظيفة كدور مناعي تمام الأمعاء كما ذكرت زميلة سناء وخاصة المع الدقيق إذن السطح الداخلي للمع الدقيق واسع جدا مما يسهل عمليتي الهضم والامتصاص ما سبب هذا السطح الواسع نعم السبب السطح الواسع هو وجود الزغابات المعوية الزغابة المعوية بس إذا زميل الزغابة المعوية أيوة عندك سهل لا فيه استاذ عنده الزغابة المعوية وجود عدد كبير من الزغابات المعوية طوط السطح واسع للمع الدقيق على سبيل المثال بعض العلماء إلكترونيان إذا فردنا وانتبعنا إلى السطح الواسع يقارب تقريبا 200 متر مربع بأد ملعب التنس يسهل عمليات المبادلات بين الدم وبين المع الدقيق أثناء عمليات الامتصاص إذن السطح هذا الواسع بسبب وجود ما نسميه إحنا الدسامات المعوية وعلى الدسامات المعوية يوجد الزغابات المعوية بعدد كبير جدا نعم عمليتي الهضم نشوف الزغابة والانتصاص نعم الماء الغليط مثلما ذاكامك بالمقارنة إذن لا يحتوي غدد حاضمة ولا زغابات معوية لذلك لا تتم فيه أي عمليات حضم إذن تتم فقط فيه بعض عمليات الانتصاص والأملاح المعدنية بهذا الشكل يكون تهينا من السبيل الهضمي ننتقل إلى الجزء الآخر من جهاز الهضم وهو الغدد الملحقة أو الغدد الهاضمة أستاذ محمود تحدثنا عن أنواع الغدد الهاضمة خاصة بعد أن درسنا بالفصل الأول أنواع الغدد في جسم الإنسان ومنها الغدد المفتوحة ومثالها كان الغدد الهاضمة نعم إذن عنا الغدد الهاضمة في جسم الإنسان إذا بدأنا من الأعلى يوجد الغدد اللعابية الغدد اللعابية هي عبارة عن ثلاثة أشفاع في عنا الغدتان النكفيتان أسفل الأذن وفي عنا الغدتان تحت اللسان وفي عنا الغدتان تحت الفك هذه بتكون عبارة عن الغدت اللعابية تفرس اللعاب نأتي بعد ذلك إلى الكبد الكبد إذا منشاهده هذا الكبد وهو عبارة عن أكبر غدة هاضمة لونه بني يقع الكبد على تجويف البطن من الناحية اليمنى إذن على يمين المعدة المعدة شفناها على اليسار ويوجد في أسفل على الوجه السفلي أسطل الكبد الحويصل الصفراوي المسمينا نحن المرارة المرارة هذه بتكون عبارة عن الكبد نأتي بعد ذلك إلى أسفل المعدة ماذا يوجد كمان هنا على المجسم بعد ذلك أيها؟ أسفل المعدة يوجد في عنا غدة البنكرياس 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 هي عبارة عن غدة عن قودية الشكل لونها وردي لذلك تسميها باللغة العربية المعذكلة نعم تسمى أيضا المعذكلة نعم نعم أين تقع المعذكلة أو البنكرياس؟ أسفل وخلف المعدة أسفل وخلف المعدة نعم إذن المعذكلة والبنكرياس اسمان لمسمى واحد نعم نأتي بعد ذلك إلى الغدد المعدية الغداد المعدية توجد فيه الغشاء المبطن للمعدة وهي تقومها إفراز العصارات الهاضمة وأيضا في آخر عندنا نوع من أنواع الغداد الهاضمة الغداد المعوية تكون بالغشاء المبطن للمعي الدقيق نعمل وصل الكبد أكبر غدد الجسم توجد في الناحية اليمنى بالبطن الغداد اللعابية ثلاثة أشفاء أما البنكرياس هي عمقودية عمقودية تشكل لولها وردي تقع أسفل وخال وقف بس عند البنكرياس لأنه مر معنا بالفصل الأول مثل ما ذكرنا بس لنكمل توصيل أستاذ آخر الغداد المعوية نعم قلنا توجد فيه غشاء المخاطن المبطن للمعي الدقيق أما الغداد المعادية فتوجد في الغشاء المخاطن المبطن للمعي تفضل المعاكلة أو البنكرياس مرت معنا بالفصل الأول وقلنا في مؤخرتها يوجد جزر لانجرهانس التي لها دور في إفراز الأنسولين والغنوكارون وتنظيم نسبة سكر العنب في الدم عند الحد الطبيعي هذه الغداد الهاضمة تفرز مواد كيميائية نسميها العصارات الهاضمة ما هو تركيب العصارات الهاضمة وما هي عملية الهضم زميلة سنة نعم عملية الهضم يمكن أنه أو العصارات الهاضمة أورشين مما تترك نعم نعم ممكن إحنا خلال مساعدتنا للوالدة في المطبخ نجد عملية هرس الثوم عملية هرس الثوم بالنسبة لطفل مثلا أو بالنسبة لطالب يعني يساعد أمه تشبه عملية الهضم يعني تحويل الغداء من معقد أو جزئات المعقدة إلى جزئات بسيطة ليسهل عملية الامتصاص ويستفيد منها الجسل من يقوم بذلك؟ العصارة الهاضمة تركب العصارة الهاضمة من جزئين جزء الأول هو ماء وأملاح معدنية وجزء الآخر هي الأنظيمات النوعية الأنظيمات النوعية هي تعمل لكل غذاء أنظيم نوعي خاص بها فهي أنظيمات نوعية فعملية الهضم مصطلح أنظيم بالنسبة لكمال الصف التاسع مصطلح كمال الجديد علي نقصد بالأنظيم هو العامل المساعد في إتمام التفاعلات الكيميائية هو درس بالكيمياء تمام مثلا نفاعل مركب مع مركب نضع السهم وسيط لإتمام هذا التفاعل أو مقاس فالأنظيم نحن هو عامل المساعد في عملية الهضم ونوعية مثل ما ذكرتي أنه كل مادة غذائية لأنظيم خاص بها فالأنظيم الذي يهضم السكريات غير الأنظيم الذي يهضم الدسم أو البروتي ما هي أنواع الهضم؟ بالنسبة للهضم يمكن أن يحدث نوعين من الهضم في الجسم أولا الهضم الآلي أو الميكانيكي الهضم الآلي أو الميكانيكي يحدث بالفن بواسطة الأسناء مرحب إذنك زميلة سانة بنقطعك في اتصال ألو ألو محمد اتفضل يا محمد مرحبا أستاذ أهلا وسهلا أستاذ سهلا والله عندي سؤال أنا وراء العمل الموجودين عندنا بالكتاب مطلوبين بالامتحان نهائي شيء؟ لازم نحفظهم أو لا؟ طبعا لها علاقة بالمنهاج لكان وهي عبارة عن معلومات أساسية نعم نعم يجب أن لازم نحفظ على الجواب طبعا طبعا جوابا أكيد بالكتاب يعني ما رح يكون من خارج الكتاب إلا في بعض الأوراق العمل التي تضمن معلومات إثرائية آه طبعا شكرا لك استاذ يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا نتابع زميلة سناء بالنسبة للهضم قد يكون الهضم آلي أو ميكانيكي يحدث بواسطة الأسنان التي تقطع الطعام وبواسطة جدار المعدة قبل قبل شوي تكلم الأستاذ عن أنواع العضلات الموجودة في المعدة والعضلات الموجودة في المعدة تساهم بعملية الهضم الآلي الهضم الآلي أو الميكانيكي تحريك الطعام أنا بشبههم لطلابي بقول لهم مثل الغسالة الأوتوماتيك اللي بتتحرك الغسيل أو الخلاط لحتى تساهم بعملية الهضم الآلي فهذا القسم الأول من الهضم القسم الآخر من الهضم بواسطة كيميائية بواسطة العصارات الهضمة ومثل ما ذكرنا العصارات الهضمة تحتوي على ماء واملح معدنية بالإضافة للأنزمات النوعية نوعية ومقصود هنا نوعية أن كل مادة غذائية لها أنظيم خاص به نعم نعم غذاء خاصي طبعا الغذاء الذي نتناوله هناك بعض الأغذية لا تمتص وتصل إلى الدم أو اللمت إلا بعد أن تهضم ثم تمتص كالسكريات، النشويات، البروتينات، الدسم وهناك مواد تمتص مباشرة كالماء والأملاح المعدنية بدون عملية هضم نعم كالماء والأملاح المعدنية والفيتامينا وهناك مواد غذائية لا تمتص كالياف والسيلولوز طبعا نحن ببداية العام الدراسي أخذنا ما يسمى بالفاقد التعليمي وكان هناك درس في الصف الثامن وهو أنواع الأغذية أنواع الأغذية السكريات، البروتينات، الدسم والسكريات لها أنواع سكريات أحادية مثل سكر العناب سكريات ثنائية مثل سكر القصب سكر الشعير وسكريات متعددة كالنشاء والسيلولوز الآن كيف تتم عملية الهضم في الفم أستاذ محمود إذن بالفم هي أول جزء بعملية الهضم الفم يحوي على اللعاب اللعاب يحوي على أنظيم يسمى أنظيم الأميلاز اللعابي وهذا الأنظيم هو أنظيم نوعي مثل ما تفضلت الآن سيسا يؤثر في النشاء المطبوخ فقط المطبوخ يجب أن ننتبه النشاء العادي ما لا يؤثر في النشاء المطبوخ فعندما يحوله النشاء هو عبارة عن سكر متعدد نعم سلسلة نعم سلسلة يقوم الأنظيم اللعابي اللي نحن شبهناه بالمقص نعم بقص هذه السلسلة المتعددة إلى سكر سنائي تماما هو سكر الشعير سكر الشعير نعم وهنا يتم الهضم كيميائيا وبشكل جزئي لنشاء المطبوخ وليس هضما كاملا إذن ما هو نواتج الهضم الجزئي للنشاء المطبوخ وهو عبارة عن سكر الشعير وليس هضم نهائي تمام إذن لماذا هضم النشاء المطبوخ في الفم هو هضم كيميائي جزئي قل لأنه فكك النشاء المطبوخ إلى سكر تنائي وهو سكر الشعير ثم ينتقل الطعام إلى المعدة تمام كمان هناك هضم كيميائي جزئي للبروتينات عندما انتقل هذا الطعام نعم كمان بالفاق التعليمي للصف الثامن درسنا أن البروتينات عبارة عن سلسلة من الحموض الأمينية إذن الوحدات الأساسية في تركيب البروتينات هي الحموض الأمينية وعندما يتم تفكيك هذه الحموض الأمينية كل ثلاث أربع حموض أمينية على حدة نسميها عديدات الببتيت فهيضا الهضم البروتينات في المعدة هضم كيميائي جزئي للبروتينات نعم عندما يصل هذا الطعام إلى المعدة وما عنا غير النشاء المطبوخ صار سكر سنائي البروتينات بالفم لم تتعرض إلى أي عملية هضم ولا الدسم عندما تصل البروتينات إلى المعدة تقوم المعدة بإفراز العصارة الهاضمة التي تحوي أنظيم الببسين وحمض كلوري المعد نعم ضروري وسط حمضي وأنظيم الببسين يعمل بالوسط الحمضي سيقوم بتحويل الجزئيات المعقدة للبروتينات إلى جزئيات أبسط قليلا ولكن ليست نهائية وتسمى عديدات الببتيت مع تما هو ناتج هضم البروتينات جزئيا عديدات الببتير وهو هضم كيميائي جزئي تمام هضم كيميائي جزئي ننتقل زميلة سناء إلى دور المعي الدقيق والبنكرياس والكبد في عملية الهضم من خلال المجسم بعد بالنسبة لعمليات الهضم في داخل المعي الدقيق طبعا هون عندي أنا مجسن هاي بداية المعي الدقيق اسمه الاسني عشر نعم أو العفش هون عنا غدة البنكرياس هاي قناة منسمية القناة البنكرياسية تماما طبعا في عنا هون القناة الكبدية التي أو الصفراوية نعم القناة الصفراوية التي طبعا الكبد بيجمع مفرزاته في الحويصل الصفراوي وتنتقل هذه المفرزات عن طريق القناة الصفراوية بيجتمعوا القناتين بشكل مصب القناة الجامعة نعم الذي تصد في داخل المعي الدقيق فإذا المفرزات نعم تلينا المجسم على الأيوان نعم مفرزات البنكرياس ومفرزات الكبد والحويصل الصفراوي تجتمع كلها في داخل القناة الجامعة التي تصب عبر مصب القناة الجامعة في العفاج أو في بداية الماء الدقيق حتى تساهم بعملية الهضم طبعا زمنا هون ذكر أنه عملية الهضم في داخل الفم والمعدة تشكل الكيموس الغذاء المهضوم وأهمية حمض كلوري الماء بأنه أيضا ساعد بعملية خروج الطعام من المعدة نحو الماء الدقيق إذا نبدأ العضلة البوابية وجود حمض كلوري الماء هو الذي نبه عضلة البواب حتى يخرج الطعام إلى الماء الدقيق وفي داخل الماء الدقيق تبدأ عمليات الهضم المعوي هناك نقطة أساسية زميلة سنة شرط عملية هضم أي مادة غذائية هي الانحلال بالماء فإذا أحضرنا للطالب كاس من الماء وملعقة من الزيت ثم خلطناه ماء لا يختلط الزيت مع الماء إذن هناك وجهنا مشكلة كيف يهضم الزيت مدام لا ينحل بالماء هلأ المواد الدسمة التي توجد في داخل الماء الدقيق ونعرف إحنا عصارات الماء الدقيق وهلأ قبل شوي تكلمنا أن العصارة العظمة مكوناتها أيضا العصارة الصفراوية بالتحديث نعم ماذا تحتوي نعم والعصارات في داخل الماء محتواها الماء تأتي العصارة الصفراوية حتى تقوم بتحويل الدسم إلى مستحلة إذن ما هي المادة التي تحتوي العصارة الصفراوية زميلة؟ نعم أملاح الصفراوية أملاح قلوية تساهم بتحويل الدسم إلى مستحلة وتجزئة الدسم إلى قطيرات يسهل تأثير الأنظيمات عليها ثم تتحول هذه الدسم بعد عمليات الهضم من العصارات التي ذكرناها قبل شوي إلى حمود دسمي زائد إجليسورول نعم بتأثير عنظمات نوعية خاصة بهضم مادة الدسم وتحويلها إلى الناتج النهائي لهضمها وهي الحمود الدسمي زائد إجليسورول كما ذكرت أيضا في نهاية الهضم المعيدي نسميه الكيموس وفي نهاية الهضم المعوي نسميه الكيلوس هل ممكن إضاءة على الفرق بين الكيموس والكيلوس؟ نعم هلأ احنا عنا بالنسبة للمعي الدقيق المعي الدقيق يقوم بعمليات هضم السكاكر الثنائية والسكاكر والنشاء والسكاكر المتعددة إلى مباشرة إلى سكر العنم نعم هاي الناتج النهائي لهضم السكاكر المتعددة والسكاكر الثنائية بالإضافة إلى تحويل البروتينات المهضومة جزئيا من عديدات الببتيد إلى حمود أمينية والبروتينات التي لم تهضم أيضا تتحول إلى حمود أمينية في المعي الدقيق نعم هذا كله بالمعي الدقيق نعم فبالمعي الدقيق نهاية الهضم في المعي الدقيق يتشكل غذاء اسمه الكيلوس والكيلوس هو لبني سائل يشبه اللبن لبني القوام قلوي التفاعل مكون من المواد المهضومة والمواد التي لم تهضم المواد المهضومة مثل الحموض الأمينية وسكر العناب حموض ديسيميك جليسيرول نوافذ النهاية للهضم والماء والأملاح المعدنية والتي لم تهضم كالسيلولوز طبعا موجودة في الكيلوس هذا الكيلوس بينما الكيموس هو سائل يشبه الحساء حمضية التفاعل هو نتيجة الهضم في داخل المعدن المعدن نعم في المعدن نتيجة الهضم في المعدن وحمضته مسؤولة عن تنبيه عضلة البواب حتى تسهم به نقل الكيموس بشكل دفعات من المعدن نحو المعي الدقيق نعم إذن بعد أن تم هضم الطعام في المعي الدقيق هضم كامل وتحولت السكريات والنشويات التي هضمت جزئيا والتي لم تهضم تتحول في النهاية إلى سكر العنب وهو سكر أحادي كما ذكرنا والبروتينات أيضا تهضم إلى حموض أمينية وعديدات الببتين أيضا إلى حموض أمينية والدسم إلى حموض دسمة وأجليسرون المرحلة التي تليه هذا الطعام المهضوم سوف ينتقل إلى الدم أو اللمف بآلية الامتصاص ما هو الامتصاص زميل محمد الامتصاص سيد محمد هو انتقال نواتج الهضم النهائية التي سمتها الآن سناء الكيلوس انتقال نواتج الهضم من لمعة المعة الدقيق إلى خلايا مخاطيته ومنه إلى الدم أو البلغم عبر الزغابات الزغابة المعوية الزغابة المعوية هي التي تقوم بانتصاص الغزاء المهضوم هضم نهائيا إلى خلايا مخاطيته ومنه إلى طريقين هذا الزغابة المهضوم غزاء يتجه نحو الأوعية الدموية وغزاء ينتقل إلى الأوعية البلغمية ولكلين وظيفته إذا منشاهد نحن بالصورة أقسام الزغابة المعوية وهي نتوء صغير أن يقع أعلى الدسالات الإعداد هائلة يصل إلى مليون تقريبا نعم منلاحظ أن أول شيء جدار خلايا مخاطيته مخاطية نعم بعدين بداخل إذا منشوف وعاء البلغمية في عنا شعيرات دموية جاء من وريد وشريان عندما يصل وريد وشريان يتفرع داخل الزغابة المعوية من أجل شو؟ منلاحظ أن الأوعية الدموية لها وظيفة وهي نقل الماء والأملاح المعدنية وسكر العناب والحمود الأمينية هذول يتجه نحو الدم عبر الأوعية الدموية أما الحمود الدسم والإجليسيرول مع الفيتامينات الذوابة في الدسم تنتقل عبر الأوعية البلغمية عبر الأوعية البلغمية أما الفيتامينات السيد محمد المنحلة بالماء تنتقل عبر الأوعية الدموية إذن نوافج الهضم هنا جدول سكر العناب الحمود الأمينية هذول يتجه نحو الشعيرات الدموية الأوعية الدموية طريق الدموية الحمود الدسم والإجليسيرول عبر الطريق البلغمية أو الأوعية البلغمية في الماء والأملاح المعدنية طبعا إلى الأوعية الدموية في الطريق الدموية أبقنا أن الفيتامينات الدموية في الماء تنتقل إلى عبر الأوعية كما ذكرنا أيضا أن الماء الغليظ لا يحتوي غدد هاضمة تمام ولا تتم فيه أي عمليات هضم ولكن تتم فيه عمليات امتصاص للماء والأملاح المعدنية ثم تتجمع هذه الفضلات الصلبة على شكل براز ليتم طرحها إلى الوسط الخارج تمام الآن زميلة سناء نذكر أهمية الغذاء المهضوم ما هو أهمية الغذاء المهضوم عند الإنسان بالنسبة للغذاء المهضوم أولا يعطي طاقة للجسم وأنواع الطاقة التي يحتاجها الجسم هي طاقة حركية وطاقة حرارية اتنين يؤمن النمو الكامل والسليم لجسم الإنسان بالإضافة إلى تعويض وترميم الخلايا التالفة ويحافظ على الخلايا التي لا تنقسم مثل الخلايا العصبية أيضا الوقاية بأوي جهاز المناعة والوقاية من الأمراض بالنسبة لجسم الإنسان هذه هي أهمية الغذاء المهضوم طبعا كثير في من الإجابات ممكن ناخدها من الطلاب يعني غير الموجودة بالكتاب تكون منطقية تكون قريبة من الحقيقة العلمية أو المصطلح العلمي أكيد من قبلها إذا كان أهمية الغذاء المهضوم أهمية الغذاء المهضوم تمام تمام كما ذكرنا أيضا أستاذ محمود أن الأغذية التي يتم تناولها من قبل الطالب خاصة تمام هي يجب أن تكون متنوعة وتحتوي على الخضار والفواكه وهذا ما نسميه بالغذاء المتوازن ذكرنا من هذه الأغذية السيلولوس أو الياف السيلولوس الموجود في الخضروات تمام أن هذه المادة قلنا لا تهضب صحيح ولا تمتص يتم طرحها إذا ما هي أهميتها لماذا يحتوي غذاؤنا يجب أن يحتوي غذاؤنا على السيلولوس نعم أستاذ محمد الياف السيلولوس السيلولوس نحن قلناه عبارة عن سكر متعدد تمام توجد في جدار الخلي النباتي تمام ما يميزه عن الخلي الحيواني تمام وجود الياف السيلولوس الذي لم تخضم عند الإنسان لها دور مهم جدا في إفراغ المع الغليز من الفضلات ووقايته من الإصابة عدم الإصابة بسرطان القول لهم تمام إذن يجب أن يحتوي غذاؤنا على الياف السيلولوس للوقاية من الإمساك ومن سرطان حتى ولي إصابة الإنسان بالإمساك يجب أن يتناول الخضاء كما أيضا أنس سناء بعض طلابنا الأسف مدمنين على المشروبات الغازية وعلى المشروبات الملونة وهي مؤذية جدا للكبد تمام لماذا؟ مؤذية لجسم الإنسان من شكل عام المشروبات الغازية إحنا إذا بتذكر بالنسبة لدرس صحة أجهزة الدعامة والتنصيق شفنا أن المشروبات الغازية قد تسحب الكاليسيوم من الجسم طبعا تعملها شاشة عظام بالدرجة الأولى بالإضافة لأن المشروبات الغازية فيها مواد ملونة مواد منكهة وهي مواد مصرطنة بالدرجة الأولى هذه المواد ممكن أن تؤذي الجسم يمكن التقليل منها أنا ما بنصح الطلاب مباشرة دفع أولى أنه نقطع المشروبات الغازية التقليل منها قدر الإمكان لحتى نحافظ على صحة العظام صحة أجهزة الجسم كافة كمان استبدال الوجبات السريعة يلي كتير معتادين الطلاب عليها مثل الشاورمة مثلا أنا بقول لطلابي إذا كان عندك وجبتين وجبة شوربة العدس اللي مشهورة بين الأوساط العائلية أكل شعبية ومثلا الشاورمة كلهم من أنصار الأكل الجاهز أو الوجبات الجاهزة طبعا أولا الغزاء البيتي يحتوي على ألياف يحتوي على فيتامينات يحتوي على أملاح معدنية ضرورية للجسم بالإضافة إلى أن الشاورمة يعني فتنة بالمجال الطبي أنه هي تشبه الأطباء بشبهوها مثل السفنجة اللي بتمتص جميع أنواع الجراسيم والغبار لأنه هي معرضة ومكشوفة إلى الهواء وكنا كتير نصر على الطلاب حتى بالمراحل الابتدائية أنه يبتعد عن الغزاء المكشوف فهي تعتبر من الغزاء المكشوف وهو عبارة عن مثل السفنجة اللي بتمتص جميع الملوسات بالإضافة إلى عدم احتواء على فيتامينات تحتوي على نوع قليل جداً من الغزاء اللي هو الدسم الأستاذ هون كان قبل الحلقة عم بحكينا على الراتب الغزائي بالنسبة للدسم التفضل نعم كمية الدسم اللي بحتاجه الجسم هاي يعني الإنسان الغزاء المتوازن استاذنا نعم يعني نحن لو علمنا ما يحتاجه الجسم لو وفرنا علينا أموالاً طائلة تمام يعني هلا الإنسان يحتاج مثلاً من السكريات 400 غرام من السكريات يعني هاي بالصف الثامن يعني هاي نعم أخذوا طلاب نصف التاسع الزمر الأبطعي نعم 75 غرام من البروتينات 75 غرام من الدسم نعم مع أن نحن إذا أخذنا هذا الغزاء بكميته المناسبة كم وفرنا على أنفسنا من كثيراً كثيراً نعم أستاذ أيضاً أستاذ محمود نلاحظ إذا كثير من الطلاب تشكي من آلام في الأسنان خاصة أثناء تناول البارد أو الساخن عقب بعضهم البعض فتكون عند هذه المشكلة تسوس الأسنان نتيجة خاصة في المراحل الابتدائية نتيجة الإدمان على الحلويات تمام وعدم نظافة الأسنان ممكن تحدثنا عن تسوس الأسنان وإهمال نظافة الأسنان عندما يهمل الإنسان الأسنان عدم نظافتها تتراكم فضلات الطعام داخل الأسنان وتتكاثر عليها أي وتتكاثر فيها الجراسيم وتتعفن نعم ويمكن أنه نصل إلى تسوس الأسنان نعم والتسوس قد يكون التسوس في مرحلة التاج مثل ما ذكرنا بأقسام السن نعم هذا التاج هون يعني أموري يمكن أنه الطبيب يقوم بإزالة نعم يسبب هذا الألم وقد يؤدي إلى حدود خرجات والتهاب الفك وإلى آخر نعم أيضا زميلة سناء من النصائح الطبية لأبنائنا الطلبة وخاصة هلنا نحن في وباء كورونا وهو عدم شرب الماء من بعضهم البعض من نفس الإناء أو من نفس المنهل يعني بعض الطلاب يعني هناك أخطاء في إطعام بعضهم البعض نعم نعم هاي من ناحية الكورونا كمان يعني ناحية الكورونا هالأكتير بيوعوا بالتلفزيون أنه أنه لبس الكمامة عدم تناول الماء من بعضهم بعض بالإضافة للغزاء المكشوف اللي بيعمل أيضا التهاب الكبد واللي من أعراضه أصفرار في الوجه كثير في من الأطفال هاي من الأمراض التهاب الكبد الوبائي نعم التهاب الكبد الوبائي بيعمل يرقان كثير في من الأعراض هي أصفرار لون الجلد والعينين نعم ونشاهد أيضا تغيير لون البول هذا من أعراض التهاب الكبد الوبائي من أسبابه هي تناول أغزية المكشوفة طبعا عدم النظافة المياه الملوسة ممكن أنه تعمل التهاب الكبد وهو عبارة عن التهاب بفيروس التهاب الكبد اللي هو من علو أنماط ألف أو با أو سين هي من فيروسات التهاب الكبد اللي قد تصيب الجهاز الهضم نعم مشكور أنسا سناء في ختام حلقتنا نتوجه بالسؤال الأساسي والي هو ماذا ما هناك لديك من نصائح لأبنائنا الطلبة لدراستهم وخاصة المقبلين في امتحانات الشهادات أستاذ محمود أهم شيء يقوم به الطالب من أجل حفظ المعلومة ونحن نعرف أنه بالعلوم خاصة تاسع معلومات كثيرة يجب أن نربط المعلومة مع الشكل المجاور لا في معلومة عنا بالكتاب إلا في إلى شكل يعني بإمكاننا نحن نحفظ المعلومة من خلال الشكل هنا نحن حققنا مكسبين نحفظنا الشكل إذا إجانا كسؤال رسمي وحفظنا المعلومة نعم ومن أجل مثل ما قلنا بداية الحلقة من أجل تثبيت المعلومة يجب استعمال الورقة والقلم أنصح الطلاب استخدام أكبر عدد من الحواس أثناء الدراسة نعم وإضافة إلى تنظيم الوقت وبما أنه أيضا درسنا عن جهاز الهضم مثل ما ذكر الزميلة سناء عن همية التغذية كمان توجيهات أنصة سناء للطلاب وللأهل أيضا طبعا هذا بيصب اللي كنا بدأنا فيه بالنسبة للغزاء بأنه نتناول الأغذية الغنية بفيتامينات ب نتناول الأغذية الصحية نتعد عن الوجبات السريعة عن المشروبات الغازية قدر الإمكان نوعا ما طبعا طبخ البيت الخضار الفواكه الغنية لأنه أنا دائما بشرح لطلابي أنه مثلا إذا عمناكل أي نوع من أنواع الفاكهة والخضار غنية بالفيتامينات بالأملاح المعدنية بالألياف التي يحتاجها الجسم هذه الأغذية الابتعاد عن الأغذية صعبة الهضم لأنه بدأت تأثر أكيد على تركيزنا العلمي وإنتاجنا العلمي تمام مشكورة سناء كذلك الجهاز الهضم عند الإنسان من الأجهزة الحساسة جدا والإصابة بالأمراض يعني نتجنب أيضا الأمراض العضوية عند طالب في أثناء الدراسة وأثناء الامتحان كنت أثر أيضا على تفكيره على تخزين المعلومات لا يسعني إلا أن أشكر زميلي الأستاذ محمود العيسى من تربية إدلب والآن سناء سناء أبو العينين من تربية القنيطرة إذن زملاء أو زملاء الطلاب أو أعزاء الطلاب كان موضوعنا اليوم وهو جهاز الهضم عند الإنسان نأخذ فكرة سريعة عنها أنه يتكون من السبيل الهضمي والغدد الملحقة ذكرنا السبيل الهضمي وأيضا الغدد الملحقة وهناك توجهنا بنصائح عدة للطلبة من أجل الدراسة نشكر لكم متابعتكم لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته